تلازمهم المعاناة حيثما حلوا وترافقهم المتاعب أينما ارتحلوا إنهم سكان مدينة الموصل الذين اضطر كثير من طلبة جامعتها إلى أكمل دراستهم في مواقع بديلة في مدينتي كاركوك ودهوك وغيرها من المدن المجاورة بعد الأحداث العاصفة التي شهدتها مدينتهم الفصل الجديد في معاناتهم تمثل في إلغاء تلك المواقع البديلة ما وضع أولئك الطلبة في موقف حرج فلاهم استمروا بالدوام في تلك المواقع ولا هم قادرون على إكمال دراستهم في مناطقهم التي جاءوا منها نحن نكون طلب جامعة الموصل في المواقع البديلة في دهوك نطالب من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيبقى المواقع في محافظة دهوك الطلب الموصليون طلبوا وزارة التعليم العالي ببقاء المواقع البديلة أو تهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة ومنظمة إلى مناطقهم في محافظة نينوى لاستكمال مشوارهم الدراسي أريد سبب يقنع الطلاب أن هذول الطلاب ليش ما لهم مواقع بديلة مع العلم هذه المواقع يعني إذا نأجر مثلا مدرسة أو يأخذون مدرسة للطلاب كل شيء مستلزمات الطلاب يعني الرحلات كاملة سبورة كاملة كل شيء بس يجون الأساتذة هي سنتين احسبوا حال حال المدارس ويعيش هؤلاء الطلبة وضعا معقدا ما بين الاستمرار في مقاعد الدراسة وبين العمل لإعالة ذويهم في المخيمات الأمر الذي يفرض عبءا إضافيا مع القرار الوزاري الجديد إذا أنت من تنطي قرار أنه اللغة الموقع إذا هذا الطالب ما راح يسوي واحدة من الحالتين يا أما يبطل من الجامعة من جامعة الموصل ويبقى يشتغل حتى يعيش أهله يا أما يروح يداوم ويعوف أهله ما أدهم معيل يعني شون في هذه الحالة وبدلا من إيجاد التسهيلات التي تخفف من معاناة هؤلاء الطلبة وتوفير أبسط المتطلبات الضرورية لهم تزيد وزارة التعليم من محنتهم بقرارات متخبطة عبر قرار إلغاء المواقع البديلة لجامعة الموصل والذي يستوعب أكثر من ألفين طالب أغلبهم من سكنة مخيمات النزوح الذين تجرعوا مرارات النزوح وما زالوا يحصدون ثماره المرة اشتركوا في القناة